السلام عليكم ورحبا بكم مستبعاتي اليوم فيديو جديد. سوف نحضر معكم الورقة ديال بسطيلة والورقة اللي سوف ندروا فيها يعني المحشوات ديالنا. كنتمنى انها تعجبكم بطريقة عادية وبسيطة بلا عدى بلا يعني قوة الطرق طريقة واحدة وسهلة جدا. كنتمنى انها تنال اعجاب ديالكم. ونمروا كامل عادة باش نشوفوا ونتعرفوا على مقادير سهلة جدا. بالنسبة للمقادير سوف نعطيكم عبار ديالها بالكاس ونجدوهم مكتوبين حتى بالقرام. هنا كما اشتركوا عندي ثلاثة الكيسان ديال الطحين. كيسان ديال اتاي تنشربوا في يوم اتاي. كل كاس سوف نستعملوا مع نص كاس ديال الماء. سوف نستعملوا مع نص كاس ديال الماء اللي سوف نحتاجوه لما بحرارة المطبخ. هذا الكاس باش عبرت انا تقدروا انتم تعبروا بأي كاس شاي عندكم توفر في المنزل. سوف نجدوهم كما قلت لكم بالقرامات أسفل الفيديو. انا تقدروا واحد القبيصة ديال الملحة. هنا كنديروا اول شيء للطحين ديالنا في العجانة. ولكن نخلطوا نقدروا نخلطوا غير طراب اليداوي. كنديروا الماء ونديروا القبيصة ديال الملحة. هنا غادي نصد عليها سوف نخليها كالتعجن مزيان. شوفوا اهم حاجة. الى وجود خدموا بها يعني في البلاسة تخليها تسترح تقريبا الساعة ولا ساعة. فيكفي انها تدلك مزيان. خاصة دروري تدلك. اللي بغايتش تديرها في العجانة تقدروا تديرها في مولينيكس عادي. اللي بغايتها على خاطرها يعني تقدر تعجنها بالليل وتغطيها وتخليها حتى الصباح ولا تعجنها في الصباح. وبالليل تخدم بها. راها كتجي اغزالة وهذه احسن طريقة. من بعد ما تدلكت لي الورقة والعجينة ديال الورقة كتجي بها الطريقة خاصة تجي مرخوفة. فهنا غادي نخويها في الاناء فين غادي نحتافظ بها ان شاء الله. ولا بنت لي يعني ما زال قاسحة نزيدوها نفسقيت دينا بشوية المون بدون ندلكوا بها حتى يعني كترخفل العجينة ديالنا. هنا في الاخير غادي نضيفوا ليها شوية ديال الزيت. علش باش تجينا الورقة مطاطية. مليت طيب. جينا مطاطية تماما محل ديال السوق باش ما توليش تقطع لينا كندخلوا فيها ديك الزيتة اللي درنا مزيان. من بعد هنا هنا غادي نخليها كما قلت لكم غا نخدمها في نفس النهار او لا في نفس الوقت غادي نخليها ترتاح واحد سنرجع لها ان شاء الله. من بعد ما رتحت لي العجينة كما كتشوفو كتجيب هات الشكل هذا. فان فو تنشدوها بدينا تجي مطاطية فهنا كنعرفوا بلي العجينة ديالنا راها ناجحة كيفاش غادي نطيب هات طريقة ديالي اللي مبقيتش كنستغنع عليها ولي كتجيني ساهلا انا شخصيا هي يعني بحل طريقة ديال الزنقة كما كيخدموها في الزنقة. غادي ناخدها نطيب على البخار طبيعت لحال باش تاخد الراحة ديالها في ما نطيب شوية ديال ما طيب شي بلاصة هكا شي غاميلة كبيرة ولا كاسرونة ومن بعد كان اخد شي غاميل اخرى ولا الا المقلة ديال الطيفال ولا او لا. حيث المقلة ديال الطيفال انا بغيت شوية الورقة تكون كبيرة دونك المقلة ديال طيفال عندي صغيرة. فغادي ناخد هاد القاميلة هاتي والطنجرة اللي عندي. فتاة سوف نخدم هذه الورقة سواء من الداخل او من بره سوف نفضل الداخل لكي لا تخسر لطنجرة فنوضعها فوق من الماء ويستحسن الماء لا تكون مزيرة مع الكاثرون التحتانية لكي لا يطبخ لكم الماء حتى الماء لا يطبخ لكم ويحرق لكم فنفضل الدينة بشوية الماء ونهزو العجينة بشوية وغير بالخاطر ونخدموها ونخافوش لا تحرقوه ماليك تولفوه ويجيكم عادية فاية كفية النديم العجينة تحتمل الدين ديالكم ويجيك نفضل البخار حتى لا تحرقوش نحاولو اننا ندوروها بهذه الشكل ماليك نوصلو النهاية ونجروها الوسط لاني لبقنا نبيرها هكذا يرا فتقدر ديك الطبقة اللولى ليدرنا غتكون طابت فملي غنعودو ندوزو عليها غادي تهزل لنا وبالتالي غا تخسر لنا الورقة فاديما نبدأو وفي الأخر نعودو نجر الوسط سفينا الورقة رضغياء ضغياء ضغياء كالطيب هنا يتنحطها وتندهنها بشوية ديال الزيت العادية باش ما تلسقشليها مع الورقة الخرا سافي وكنستمر بنفس الطريقة فكما قلت لكم انا هذي وليت كتجيني سهلة كنفضلها على اي طرق اللي كنت وضعت لكم كتجيني هذي اسهل طريقة اللي ضغي ضغياء ما كتشتش لي الوقت بزاف فسفينا يكنستمر كم مشتو اهم حاجة ان المقلاة ما تكونش كتلسق اللي انتم ما توضعوا عليها وحاولوا انكم ما بين كل وحدة وحدة حاولوا انكم تحيدو انا يرى تقدروا تديروها حتى في الجوانبها كتطلعوها مع المقلاة فكتعطيكم وحدة ورقة لي هي كبيرة ولا تنطلعوها مع التنجرة في الجنيبة ديالها والبلايس اللي بنوا ليكم يعني مواصله مش لعجينة كتولي وديروا ليهم لعجينة من بعد سافي فكتجيكم الورقة ديالكم زيانة سافي غادي نستمر حتى نكمل ان شاء الله نوريكم النتيجة الورقة ديال نايم بعد موجودات كما كتشوفو كتجيب هات الشكل هادا غزالة مليكة طيب كتجي هائلة متقوووش لها زيس بزاف فش تكونو كدهنو مش متجيكم مش الورقة ميد ما بزاف فقط يكفي غر واحد شوية كنتمنى ان الفيديو نالاعجاب ديالكم ما تنسوش انكم تديرو جام اعجاب للفيديو بطبيعة الحال تخليوا لي تعالق بزاف ديال حب واسلام عليكم اشتركوا في القناة